أجيب الذي قد أتى يسألك فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باسم الله نبدأ وبحضراتكم نسعد والصلاة والسلام على من تتحقق به الآمال وتشد إليه الرحال سيدنا محمد المصطفى الهاشمي القراشي المكي العربي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق وعلى آله وصحبه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق واسترنا بين يديك يا عزيز يا غفر وبعد مشاهدي الكرام حيثما كنتم وأينما كنتم في أرض الله الواسعة عبر هذه الشاشة المباركة حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم جميعا قلوا أمين وكل من يرانا الآن يقول شعار لقائنا دوما جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله ونحن اليوم على موعد مع الصراط المستقيم ونحن على الأقل يوميا نذكر كلمة الصراط سبعتاشر مرة كل يوم حينما نقرأ صورة الفاتحة اللي هي فرض في الصلاة واللي ما تنفعش الصلاة من غيرها ففي كل ركعة لازم نقول إيه اهدنا الصراط المستقيم فيطرح حضرتك أو حضرتك فكرتوا إيه هو الصراط المستقيم طب إيه هو أصلا الصراط طب يا ترى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن الصراط ولا ما اتكلمش يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه عن الصراط خد بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم ما سبش شيء من أمور الآخرة إلا وصفه لنا وصفا دقيقا وإلا وضعه بين أيدينا ليه حتى نحذر وحتى نعتبر وعلشان الناس اللي بتفهم والناس اللي بتسمع تتعز فالحبيب صلى الله عليه وسلم يستفاد من كلامه أن الصراط أدق من الشعرة حضرتك امسك كده دلوقتي شعرة الجفن شعرة الحاجب شعرة الشعر بتاعك وشوف رفع الشعرة قد ايه فالصراط أدق منها أرفع منها وأحد من السيف يا الله وتحته جهنم نسأل الله السلام الصراط مظلم الصراط مظلم إلا من أنار الله له الصراط وعلشان كده ربنا في القرآن الكريم يقول آية عجيبة لازم تتوقف عندها ومن لم يجعل الله لو نورا فما لو من نور طيب عليز علشان احنا ننور الصراط يوم القيامة وعلشان الصراط ينير أمامنا يوم القيامة وعلشان ربنا يعدين من على الصراط اللي احنا هنبقى فيه متباينين في الأحوال مختلفين مننا اللي عادي زي البرق ومننا اللي عادي كده ماشي عزكم الله يقوم ويقع ومننا اللي هيمشي على بطنه أحوال عجيبة غريبة نسأل الله السلامة إيه السبيل؟ السبيل ملكش غير طريقين ملهمش تالت أول طريق طاعة الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الثاني البعد عما ظالم العباد البعد عن مظالم العباد لأن انت عندك في الصراط قناطر منها قنطرة لوحدها قنطرة المظالم طبعا الصراط عليه كذا قنطرة وهنعيش معاهم وهنقف معاهم لكن خليني أقولك إن الهدف أو الباب الأول طاعة الله سبحانه وتعالى اجتناب المعاصي قدر الإمكان واحد يقول لي يا شيخ ما أقدرش أقول له حاول جاهد انت خلقت في هذه الدنيا لتجاهد فإن نجحت في المجاهدة صرت خيرا عند الله من الملائكة خير من الملائكة طبعا ليه لأن الملك لعنده شهوة ولعنده أكل ولعنده شرب ولا حتى عنده أمر التخيير إن هو يعصي أو يطيع لا الملك ربنا سبحانه وتعالى جبله وفطره على إيه على طاعة الله وفقط لكن حضرتك ربنا سبحانه وتعالى خلقك في هذه الحياة التي زينها بالشهوات ووضع أمامك ما وضع وبعدين قال لك انت حر اختر الطريق اللي أجبك ولذلك الله يرضى عن سيدنا الحسن بن علي رضوان الله عليه وارضاه وقيل سيدنا حسين بن علي رضي الله عنهما وعليهما السلام وعلى جدهما أفضل صلاة وأتم سلام جي واحد لسيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه وقال له يا سيدنا أنا ما بأضرش أبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى أنا مبتلة أنا مريض والمرض بتاعي إن أنا ما بأضرش إن أنا أبعد عن المعصية فسيدنا الحسين قال له طيب وانت عايز إيه قال له ديني دوى بيقولولي دوى يا عندك فقل لي على دوى كده قال له طب انت عايز دوى ولا أكتر قال له هاتي اللي عندك قال له طيب خد من عندي خمس أدوية بتصلوا على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال له هاتي الأولان قال له أول حاجة إذا أردت خيره ثم تبارسه بالمعاصم وإذا أردت أن تعصيه فاعصه في مكان لا يراك فيه وشوف بردك مكان ما يكونش ربنا مطلع عليك فيه ولا شايفك فيه وإن أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى وجاءك ملك الموت فقل له أخرني حتى أتوب وإن أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى وحشرت بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وسألك يا عبدي لم أعصيتني كله يا ربي لم أعصيك قال له بس كفايل لقد تبت وقبت إلى الله لا أعود إلى ذنب بعدها بس الكلام ده المين الكلام ده للي يسمع الكلام ده للي ما يعودش دلوقتي قدام التلفزيون يا سلام الشيخ محمد بيقول حكم لا الكلام ده للي يلقى قلب عنده يسمع ويفهم أن يوم القيامة صعب بذنوبك وسهل بطاعتك وعلشان كده وعلشان تفهم من الأشياء التي تنير الصراط يوم القيامة ذكر الله سبحانه وتعالى خد بالك بقى مش أنت عايز تنور الصراط يوم القيامة ما تسيبش الذكر والله يا شيخ طب عليش أسألك سؤال ما تسيبش مني يعني وخلي صدرك حلو كده أذكر على إيدي ولا على السبحة ولا على الدد اذكر زي ما تذكر على إيدك ماشي على السبحة ماشي على عدد الذكر ماشي على الحصى ماشي المهم أن لسانك ده يتحرك بذكر الله سبحانه وتعالى وخد بالك إن أي واحد بيذكر ربنا سبحانه وتعالى هو ما بيذكرش ربنا من تلقاء نفسه لا ده ربنا اللي بيأذله علشان يذكره ما هو ربنا قال كده في القرآن الكريم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يبقى الذاكر حصل على إذن من الله سبحانه وتعالى بأن يذكر الله ده أول شي الأمر الثاني تخيل كده أنت عبد بتذكر الرب فتخيل بقى لما ربنا بذاته يذكره يا الله شوف الجمال شوف العظمة مش كده وبس ده ولا قاعد في الستوديو كده وبقول اذكر الله سبحانه وتعالى فأخوانا المصورين كل واحد بالطبع يقول لا إله إلا الله فأنا كده كنت ذكرت ربنا في ملأ فتخيل ربنا لما يذكرني في ملأه الأعلى في الملأ الأعلى ناردنا معايا مين معايا كلنا زي بعض كلنا أصحاب زنوب كلنا أصحاب معاصي لكن تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يذكرني في الملأ الأعلى في حضرة جبريل وإسرافيل وملك الموت يا الله في حضرة رضوان خازن الجنة ومالك خازن النهر وكلهم ملائكة في حضرة حملة العرش يسمعوا اسمي كده دلوقتي وربنا سبحانه وتعالى بيذكرني ليه علشان أنا ذكرته علشان كده سيدنا موسى عليه السلام بيسأل ربنا بيقول له يا رب وريني اللي انت بتحبه علشان أروح أحبه وأعد معاه ووريني اللي انت بتبغضه علشان برضا كان أبعد عنه وأبغضه فربنا سبحانه وتعالى قال له يا موسى إذا رأيت عبدي يكثر ذكري فأنا أذنت له في ذلك وأنا أحبه وإذا أريت وإذا رأيت عبدي لا يذكرني ولو شفت عبدي ده محجوب عن الذكر فأنا حجبته عن ذلك وأنا أبغضه ولذلك الإمام الترمذي يروي حديث جميل قوي يا رب تسمعه وإن كان للأمانة العلمية فيه ضعف وبالمناسبة مش كل حديث ضعيف بنرميه الحديث الضعيف لا يرمى ولا يلقى في سلة المهملات زي ما بعض الناس اللي ربنا يهديهم بيقول أبدا إنما الحديث الضعيف يعملوا به في فضائل الأعمال وفي مكارم الأخلاق ولو رمينا كل الأحاديث الضعيفة فيبقى إحنا هناخد كم كبير جدا أكثر من ثلاث أرباء الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنرميها أنا بقولك الكلام ده علشان إيه؟ علشان في ناس عندها حساسية أول ما يقولك حديث ضعيفة لا 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 حبيبي اسمع اتطعز منه خد المعلومة منه خد الفايدة منه الإمام الترمذي يروي إن سيدنا جبريل يوم القيامة ربنا ينادي عليه فيقوله يا جبريل ما لي أرى فلان ابني فلان في صفوف أهل النار طبعا ربنا أعلم وربنا مش محتاج سيدنا جبريل يقوله ومش محتاج سيدنا جبريل يعلمه إنما الكلام ده ينقل إلينا لنتعلم لنأخذ العبرة والعظة فربنا بيسأل سيدنا جبريل بقوله ليه أنا شايف فلان ابني فلان في صفوف أهل النار فسيدنا جبريل يقوله يا رب إن لم نجد له حسنة يعود خيرها عليه اليوم مش لا إل ولا حسنة في الميزان بتاعه علشان نعديه فيقول الله تبارك وتعالى اسمع وركز إني أسمعه في دار الدنيا أنا كنت بسمعه في دار الدنيا وهو يقول يا حنان يا منان يا منان يا منان فأته فسل هو روح له واسأله فسيدنا جبريل ما يكذبش خبر وينفذ الأمر ويروح للعبد اللي هو في صفوف أهل النار أنت كنت في الدنيا بتقول يا حنان يا منان تقصد مين فالعبد على طول يقوله هل من حنان ومنان غير الله سبحانه وتعالى وفي حنان ومنان غيره وفي كريم غيره هو لي باب غير بابه هل من حنان ومنان غير الله سبحانه فسيدنا جبريل يأخذ بيده من صفوف أهل النار فيدخله في صفوف أهل الجنة يا الله بإيه بيا حنان يا منان إما ليه الله جليس لمن ذكر الله جليس لمن إيه لمن ذكر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا طيب ما عليك شيء شيء هو الذكر ده معناه أننا أفضل أقول لا إله إلا الله أو مثلا لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب الأرش العظيم ولا إننا صلي على سدن النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ولا إننا نقرأ القرآن ولا إننا استغفر ولا إننا صلي ولا إننا مثلا أتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى كل اللي أنا قلته ده ذكر كل اللي أنا قلته ده ذكر والعاكل من نوع ذكره والعاكل من نوع ذكره جت لك الفرصة تمسك المصحف امسكه اقرأ فيه صفحة جت لك الفرصة يا حجة وانت واقفة في المطبخ كده تقرأ اللي إنت حفظه إقرأيه ولو كل هو الله أحد ولو الفتحة ولو كل أعوذ برب الفلك أو كل أعوذ برب الناس فأنت ذكره بس تنوي بقى بقلبك إن أنت في ذكر لله سبحانه وتعالى وانت واقفة تعملي الأكل أه والله جت لك الفرصة وانت بترواء البيت وانت تقولي كده بدل ما تتصل وتحط التليفون كده في الإشارب وتقعد ترغي مع أختك على اللي حصل واللي ما حصلش وامك عملت واخوك حصل ومش عارف جزوغتك عمل لا سيب التليفون ده وتقولي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ماشي تصلي على سدنا النبي ماشي تصلي ركعتين ماشي تعملي أي شيء يجعل لسانك في تعلق مع الله سبحانه وتعالى ماشي ليه لإن كل ده حطرين أثره فيهم في الآخرة بس ده المين لمن آمن بالآخرة إيمانا حقيقيا تعالوا الروح لفاصل نصلي فيه ونسلم على سيد البرية صلى الله عليه وسلم فإن صلاتنا اليوم معروضة على حضراته مباشرة فأكثروا من الصلاة عليه ونقول جزى الله وعن سيدنا محمدا ما هو أهل ثم نعود لنتمم الكلام فتابعونا ولا تفارقونا فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب عودنا لحضراتكم بعون الله وبحوله وبقوته فيا من راجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيمة جزى الله وعن سيدنا محمدا ما هو أهله اوعد سيب الذكر لأن يوم القيامة ربنا يسألك إيه اللي شغلك عن ذكري يوم القيامة أربع يستشهدوا عليهم بأربع ما تصلوا على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فيؤتى يوم القيامة بأهل المال والملك يؤتى بالناس اللي يعد على الكراسي واللي معها فلوس ومعها مناصب فربنا يسألهم ما شغلكم عن ذكري واحد يقول له يا رب التجارة ولا رب الإمضاءات ولا القرارات فربنا يقول لهم أأنتم أم سليمان نبي الله سليمان وتي من المال والملك والقوة ومع ذلك لم يشغلوا ذلك عن ذكر الله سبحانه وتعالى ويؤتى بأهل القوة والشباب والعزة فيسألهم الله ما شغلكم عن ذكري أأنتم أم يوسف السيدة يوسف كان شاب وكان جميل وكان وسيب وكان عزيز مش كده وليه ويؤتى بالفقراء والمساكين ويسألون ما شغلكم عن ذكري أأنتم أم عيسى عليه السلام خذ بالك ربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبش حد حتى أهل البلاء ويؤتى بأهل البلاء والأمراض والابتلاءات يوم القيامة ما شغلكم عن ذكري أأنتم أم أيوب عليه السلام مش كده وليه 18 سنة مريض ولسانه ما سكت لحظة عن ذكري الله سبحانه وتعالى ولذلك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ذات مرة يدعو الله أن يحاسبه حسابا يسيرا أو الله تخيل سيدنا النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ساجدت وبيدع ربنا أن ربنا حزبه الحساب اليسير فأمنا عائشة سمعت فتعجبت من الدعوة النبي اللي بيدع كده فأفهمها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحساب اليسير هو الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى فقط أما مناقشة ربنا للعبد من نوقش الحساب فقد يعذب اللي يتناقش في الحساب ويقوله فاكر يبكزه حتى لو ربنا غفر له آه يبقى عذاب نسأل الله السلام وعلشان كده وانت رايح تعد من على الصراط هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم على يمين الصراط باتجاه النار والخليل على يسار الصراط تجاه الجنة طب ليه النبي واقف هنا ما كانش واقف تجاه الجنة ليه ليه النبي واقف في المكان ده بالذات واقف تجاه النار بالذات على اليمين آه علشان إحنا من أهل اليمين أبدا خالص إنما دي رحمة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علشان لما يلاقي واحد هينزل في النار من أمته يكون حجابا له صلى الله عليه وسلم من النار طب يا شيخ مين أول من يمر من على الصراط هو سيدنا صلى الله عليه وسلم ده خيل بقى الحبيب أول من يمر من على الصراط لدرجة أن النار تحت الصراط تناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسرع بالمرور من على الصراط فإن شدة النور المحمدي كادت أن تطفئ نيران جهنم نسأل الله السلام طيب بقيت الناس بقى يعدوا على الصراط إزاي النبي قال لنا كل واحدة يعد من على الصراط هيكون قسم من ثلاث أقسام إما ناجن وإما مخدوش وإما مكردس يعني إيه الكلام ده الناجي معروف إن هو ناجا يعني فاز بفضل الله سبحانه وتعالى وبردوانه وربنا من عليه بالعمل الصالح اللي هو عدى به أما المين المخدوش صاحب الزنوب وعلى قدر الزنوب تكون الخدوش يعني الخدوش ما ننسيت أقولك ما عليش سامحني ما هو الزنوب في الوقت ده صارت مجسمة يعني مجسمة يعني حضرتك شيء لها كده حاجة زي ما أنا شايل الكوباية دي كده فحضرتك بقى تبقى شايل الزنوب على كدفك كده ومعدي من على الصراط وعلى قدر حملك شيل وعدي تشايل على ظهرك شيء عشان كده أنت في الدنيا شوف هتشيل قد إيه وتشوف اللي تقدر عليه قد إيه واللي يساعدك أن أنت تعدي من على الصراط أدك من الشعر وأحد من الصف قد إيه فعلشان كده حتى أهل الزنوب منهم من يحبو على الصراط ومنهم من يمشي كالطفل الصغير ومنهم من تزل قدمه منذ وضعها على الصراط من أول ما يحط رجله على الصراط كده رجله نزلد في جهنم فيبقى فضله رجل ورجل فيفضل كده يسحف على بطنه سبحان الله العظيم لحد ما يعدي تخيله منظره بقى عامل إزاي والعجيب أن العبد لما يعد من على الصراط بعد كل ده يحمد الله قائلا الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين ليه؟ لأنه اللي شافه على الصراط مش هين واللي شافه على الصراط مش شوية خلي بالك طب والسرعة أخبرها ايه؟ مش شيخ هنمشي على سرعة كام الحقيقة مش عارف أقولك ايه؟ من الناس من يمروا كالبرق ومن الناس من يمشي كالفرس شفت الفرس كده ما شاء الله لما بيكون داخل خيل ومن الناس من يمروا كالدجاجة شفت عزاكم الله الفرخ بتممشي ازاي ومن الناس من يحبو ومن الناس من تناديه النار يا مؤمن أسرع بالمرور من على نيراني فإن نورك أوشك أن يغطي على ناري كل واحد على قدر ايه؟ على قدر عمله طب الصراط ده ايه قصته عم الشيخ؟ الصراط ده حبيبي عليه قناطر سبعة عليه كان قنطرة سبعة ركز معي كويس قوي وعلشان تخش الجنة لازم تكتاز القناطر السبعة لازم تكتاز كمس قنطرة سبعة خلاص كده؟ طيب أول قنطرة هتخشها خاصة بالتوحيد خاصة بايه؟ بلا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله ركز معي حاج الله يرديكي وركز معي بالراحة شوية أنا عارف وسامعك دلوقتي وإنت بتقول إيه؟ طب ما إحنا قلناها هو خلاص الموضوع خلصاني عم الشيخ هات غيره اقلب بسرعة يلا ما تضيعش وقت أقولك استنى بس هي الكلمة مش إن أنت تقولها حبيبي بلسانك كلمة التوحيد لها لوازم لها إيه؟ آه لها لوازم يا حبيبي يعني إيه لوازم يا شيخ؟ أقول لك يعني حضرتك بتخاف من حد غير ربنا؟ طب معليش بلاش السؤال ده عشان صعب شوية؟ حضرتك وإنت بتفكر في الرزق بتعلق أملك على حد غير ربنا؟ بلاش السؤال ده عشان مش واضح؟ طب إنت في الشغل شغال عصفورة أو شغال مطبلاتي أو شغال منافق؟ مش عارف أقولك لغة إيه؟ علشان المدير يرضى عنك ويبقى عليك ويديك حوافز وعملات؟ لو إنت فيك أي صفة من دول فأنت آسف إنت راجل قلت كلمة التوحيد بلسانك لكن لوازمها إنت ملكش فيها طب يا حجة اللي سمعاني وتقوليلي الحمد لله يا شيخ أنا لا شغالة ولا بخاف من حد وأنا محدش يقدر عليه لربنا هسألك سؤال هما ليه شوية طنمية اللي بيترشوا قدام شايتك بيرعبوك طب ليه ما حضرتك تلاقي لما أغزى شعريتين تحت المخدة بتتجنيني؟ ليه حضرتك مهوسة بالسحر وبالجن وبالبيت اللي ما تجوزتش يا حسن يكون معبول لها عمل يا أخوي أصلا إحنا معلش معلش يا أصلا إحنا لقينا شوية نمل كده أصلا معلش يا شيخ بقى هنشوف الفنجان بس فيه إيه يا سيدي أحمد النهاردة هنشوف يعني هنشوف أحمد دغري هتجوز إمتى ولا يشوف له حكايته كل ده لو أنت فيك حاجة منه يبقى أنت راجل مش موحد خلي بالا التوحيد ده مش كلمة بتتقال التوحيد ده أركان مع الكلمة دي أركان أن تدرك أن الرازق هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى أن تدرك أن العباد كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه أن تدرك أن الأرزاق بيد الله وأنه لا أحد يملك أن يحجب عنك رزقا قد قتمه الله لك وأن تدرك بأن الله سبحانه وتعالى كما خلقك سيرزقك وأن تدرك أن الرزق الذي أخسته في الحرام هو رزقك في الحلال غير أنك استعجلت وأن تدرك بأن الزواج بيد الله سبحانه وتعالى وأن تدرك بأن الجن لا ينفع ولا يضر وأن الساحر لا ينفع ولا يضر وأن الفنجان لا يقدم ولا يؤخر وأن البشعة لتظهر بريء ولا تتهم متهم وأن تدرك بأن كل شيء بيد الله وأن تدرك بأنه ما في الكون شيء إلا وهو يسير وفق مراد الله لا يمكن لو أنت مؤمن بهذه الأمور يبقى أنت خلاص كده هتعدي أول قنطرة علشان بقى نروح لتاني قنطرة بعد ما تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقنطرة صعبة أوش لكن تعالوا الروح لفاصل نصلي فيه ونسلم على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكسر من قولنا جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهل وثم نعود لنتمم الكلام فتابعونا ولا تفارقونا فبشر عمادي فإني قريب فبشر عمادي فإني قريب عدنا لحضراتكم بعون الله وبحولي وبقوته فيامر جون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما الله يجز من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيمة كان نفس أقف مع القنطرة التانية دي كان نفس أتكلم عنها بس الحقيقة القنطرة التانية دي بالذات علشان بس نقف عندها وحس إننا قديت اللي ربنا أمرني بيه فيها فأنا هفرد لها حلقة لوحدها لا هتلقى فيها اعتصالات ولا أجيب فيها على أسئلة أبدا عارفين إيهي القنطرة دي القنطرة دي هي قنطرة الصلاة واحد دلوقتي قنطرة الصلاة تفرد لها حلقة دا أنت عايز تمطي الكلام لا لا والله وربنا شاهد علي بس أنا عايز أقول لك كلمة كويسة قوي اسأل نفسك أنت بتصلي كم سنة بقالك كم سنة بتصلي وأنا بقالي كم سنة بصلي وانت يا حاجة بقالي كم سنة بتصلي عارفين بقى لما نوصل للقنطرة دي هنبقى في غاية الضعف تخيال واحد بيصلي بقاله ستين سنة أو أكتر أو أقل هو محتاج سجدة علشان يعد القنطرة دي المصيبة والكرسة علشان كده قلت لك هفرد لها حلقة إن الستين سنة ستين سنة مش هتلاقي منهم سجدة تعديه القنطرة دي أو الله وأنا سمعك دلوقتي كويس قوي وعارف إن المقطع ده لو نزل لوحده على السوشيال ميديا أنا عارف أنا هاخد قدي إيه كلام وهاتهم بالتطرف شوية وأاتهم بالإرهاب وأاتهم بالتشدد لكن أنتو حرين أنا مهمتي أقول لك اللي عندي اللي أنا عرفته علشان يوم القيامة لما أجيبك قدام ربنا وتقول له محمد أبو بكر ما بلغش أقول لك أنت كذاب أنا بلغتك وقلت لك وماليش دعوة بتوع الناس اللي هم الكيوت أصلا مش كيوت والله ولا الناس اللي عادين بيندوغ اللي بانا ولا الناس اللي عادين على المكاتب يعني مشيخ الديني وسر ربنا غفر ورحيم ده ربنا سبحانه وتعالى حنان ومنان رب على راصي كل الكلام ده بس خد بقلك وإنت بتقول الكلام ده الشيطان قاعد يضحك عليك لأن الكلمات دي الشيطان والله بيدحك عليك بيها ليه؟ لأن كل الكلمات دي انت بتحطها في غير موضوع المناسب تاني وثالث ورابع خدوا بالكم يا سادة الجنة والنار مش بأدية ولا نملك دخلك جنة ولا نملك دخلك نار إنما أنا كل مهمتي هاد يحاول أن يهديك الطريق يحاول أن ينير لك الطريق بإيه؟ بمهمة البلاغ عن الله وعن رسول الله قدر المستطاع أنا بحطي لك الموضوع الدمعين كنت حر بعد كل ده لأنك أتعدي على الصراط لوحدك يا مسكين لفلان هيعد معاك ولا الشيخ اللي أباح لك هيعد معاك ولا الشيخ اللي نفكك هيعد معاك ولا الشيخ اللي عايز يظهر ويطلع هيعد معاك لا أنا بقول لك الكلام ده كويس والكلام اللي حضرتك قلته الدين يسر وربنا غفور ورحيم وربنا كريم وربنا حنان كله صح بس إمت ليه موضوعه؟ مش دلوقتي خالص مش في التساغل لأ مش في الاستهتار لأ إنما في إيه؟ في حاجة تقع غصبا عنك يعني أنت جاهدت نفسك ووقفت وخلاص وجبت الصلاة وفق ما أمرك الله قدر المستطاع وبعدين وإنت جوه كده تسهيت خلاص بقى دماغك شردت فهنا ربنا يقول لك بقى ما تخافش أنا غفور ورحيم وأنا غفار وأنا حنان وأنا رحيم وأنا كريم علشان كده من رحمته قال إيه؟ فويلوا للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ما قالش في صلاتهم ساهون هكلمك عن الصلاة من أول لحظة من لحظة الوضوء وإنت داخل تتوضى ويطرى حالك في الوضوء عامل إزاي؟ بتتوضى إزاي؟ يا طرى بتتوضى وإنت بتتكلم في التليفون ولا بتتوضى وإنت بتزعق لأم العيال ولا بتتوضي وإنت بتتكلم مع أختك ولا بتتوضي وإنت بتتكلم الراجل أصل الوضوء ده يا جماعة عبادة فمحتاج تركيز وخشوع وعشان كده الوضوء لأذكار فالمفروض إن أنا ما بقف في الوضوء أنا بستعد إن أنا رايح رايح أقف قدام ربنا سبحانه وتعالى علشان كده لازم أسم الله أو المفتح الحنفية وبالراحة أو الله بتاعها بالراحة ما بتاعش على آخرها لأن ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم واسم الله سبحانه وتعالى كده واستحضر إن أنا في عبادة وتوضى صح وما توضش بسرعة واشوف النبي قال لي توضى إزاي؟ يعني إيه النبي قال لي توضى إزاي؟ يعني معلش ما ينفعش الحجة اللي شفتها أنا في في مصلحة الضرائب يلا وبعدين بتتوضى فلاقيتها بتعمل إيه؟ بني وبينكم يعني لقيتها بتعمل مسحها على شايفين الكم كده؟ عمت مسحها عليه كده عمت مسحها عليه كده وعمت عاملة على الإشرب كده اللي هو الخمار وقامت جاية قلعة الجزمة ولبسها شراب كده اللي هو بتسموه إيه الجديد ده مية؟ اسمه إيه الجديد اللي ما بيغطيش إيه؟ أنا مش عارف بتقول لي اسمه إيه والله ما سامحها فقامت مسحها من فوق كده فأنا بتفرج فلافت اتنظر فبقول لها يا حجة سامحيني يعني كانت بنت يعني وضوءك غلط الوضوء ده ما تنفعل قالت لي بقول لك يا شيخ اللي بيني وبين ربنا عمار وأنا عارفة بقى وطلعت فيها قلت يخرب بيدي شغل هيرتني ما نطقت فجاني واحد بعدها في خمس داية والله قال لي برضك يا شيخ بصلك قلت لها وضوءك غلط يا أخي ده ربنا غفور الرحم يا أخي يا أخي ده الديني أسري يا أخي يا أخي ده ربنا رحمني يا أخي طبعا ده كله والشيطان واقف يضحك عليهم لأنه أغراهم خلفوا كل شيء أمر به النبي وكل شيء لم يرد عن الله هم ما عملوا أبادا من دماغهم وبعدين وهموا نفسهم إن ربنا غفور الرحيم علشان كده خلي الصلاة في الحلقة الجاية إن شاء رب العالمين خليين كده أخد الأخت بتقول السلام عليكم فضيلة شيخ محمد عملت عمرة نفسي وخلصتها وتاني يوم رجعت عملت عمرة الولدتي المتوفية بنفس الطريقة في الفندو أنا مش مقيمة في مكة رايحة لعمرة لمدة ثلاثة يام و لما رجعت قالوا لعمرة مش مقبولة علشان ما عملتش الإحرام من جامع التنعيم علشان عمرة والدتي فهي كده فعلا مش مقبولة ولا مقبولة طبعا القبول بس هو إحنا السؤال غلط بس خلينا أفاهمكم السؤال ده غلط إحنا نسأل على العمرة صحيحة أو بالصحيحة القبول وعدم القبول بيد الله سبحانه وتعالى خلاص كده طيب الأخت الكريمة عملت عمرتها تمام زي الفل عايزة تعمل عمرة تانية تعمل إيه المفروض الصح إن هي كانت تغتسل في الفندق خلاص وتلبس ملابسها لأن هي امرأة فتلبس جميع ملابسها وبعدين تخرج لجاء لمسجد التنعيم أو لجامع التنعيم أو للسيدة عائشة وتنوي من هناك العمرة لأمها فتقول لبيك اللهم بعمرة عن أمي لا رياء فيها ولا صمعة اللهم يسرها لي وتقبلها منها وإن حبسني حابسهم فمحلي حيث حبستني طب هي نوة من الفندق صحيح لا العمرة مش صحيحة يا أخت الكريمة طب أعمل إيه؟ توبي إلى الله واستغفري وإنتي كنت جاهلة الحكم لكن أديكي عرفتي الحكم فضلت الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أركو عدم ذكر اسمي ألا ترى أن قانون الخلع الحالي يفتح الباب للفساد ولخراب البويت وظلم وواضح للزوج باختصار وبعبارة مفيدة إحنا بنتكلم ماليش علاقة القانون إيه بنوده ولا إيه شروطه لأن ولي الأمر أدم أقر القانون إباع العين وعالرص لكن أنا هقول كلمتين فيهم المفيد لكل زوجة سمعاني دلوقتي لو حضرتك لو حضرتك راح تخلعي جوزك اللي هو مهنيك وممننك وشايدك على رأسه علشان حضرتك ظهر لك حب جديد أو واحد جديد لفت نظرك فاعلمي أنك عاصية خائنة لله ولرسوله طيب لكل زوجة النهاردة بتتلاعب بالأحكام الدينية وفقا للقانون وتروح تردلي المقدم اللي هو جنيتر مهولي في محكمة الأسرة أو في خزمة المحكمة الإسلام ما قالش كده الإسلام قال إن أنت ترد كل اللي خدتيه كل اللي تصرف عليكي لأن حضرتك النهاردة بتفتدي نفسك يعني بتفتدي نفسك يعني حضرتك بتدفعي فلوس مقابل أن يطلق الرجل صراحك النبي قال لها كده أتر الدين عليه حديقة قالت نعم قال فطلقها تطلقها لكن عشان حضرتك تغدي أدم قلبه وتغدي شقة عمره وتتحكي عليه ويكتب لك الشقة ويجيب لك دهب وبعدين تيجي ترميلك جنيه فاعلمي أنك آكلة لأموال الناس بالباطل وإني أدعو المشرع الكريم أن يعيد النظر في هذا القانون ليس لشيء إلا لفساد ذمم الناس وإلا لاشتراء الناس على شرع الله ولأن المشرع كان عمل للخلاص من هؤلاء الذين استبدوا بالنساء غير أن الكثير أساء استعماله وساء استخدامه وإن لله وإن إليه رجعون سمحوني مش هادر أكمل بيت الأسئلة علشان الوقت دهمني لكن أقول كلمة لابد أن نقف فيها وقفة تأمل الكل بين يدي الله موقوف وعن أعماله محاسب وكل إنسان سيوضع في القبر وحده الأعمال محصاة والله لا يترك شيئا إن كان خيرا فخيرا وإن كان غير ذلك فأمامك حسابك وضع نصب عينك قول ربنا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة فانظر وأعد نفسك وحاسب نفسك ماذا تقول لربك غدا أسأل الله العلي القدير أن يخرجنا من هذه الدنيا مستورين لا خزايا ولا مفضوحين وأن يرزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة اللهم آمين اللهم رب الركن والمقام ورب المشعر الحرام أقرأ رسول الله من كل مسلم من السلام وصلي وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآليهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إلى الملتقى في حلقة الجمعة القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء أترككم في معية الله وأمنه وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وربك دوما يقول إني قريب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة